في تيليجرام يمكنك فتح حسابك من عدة أجهزة مختلفة مثل الهاتف والحسوب وهذه الميزة جيدة ولكن ممكن أن تسبب لك القلق لأنه ممكن أي شخص غريب يدخل لحسابك كيف ممكن تعرف أن حسابك مراقب أو مخترق في التيليجرام وكيف ممكن تحمي حالك تابع معي حتى لا نطيل عليكم فالطريقة كالتالي في البداية تدخل لتطبيق التيليجرام والحساب يكون مفتوح على التطبيق حتى تتأكد وتعرف مين بدخل لحسابك التيليجرام ويقوم بمراقبتك طبعا واجهة التيليجرام على الهاتف تكون بهذا الشكل بضغط الآن على العلامات الثلاثة الموجودة بجانب كلمة التيليجرام هذه العلامات وطبعا هذه الطريقة متشابهة لأجهزة الحاسوب وأيضا الآيفون يعني نقدر نقول إنها لكل الأجهزة تصلح وحتى أيضا الآيباد والتابلت وتختار من هذه الواجهة الإعدادات وهنا يعرض لك معلومات حسابك في تيليجرام ولكن بطلب منكم إذا عجبتكم الفكرة والطريقة أن تدعموني بالاشتراك بالقناة حتى نستمر في تقديم المزيد إن شاء الله والآن بنرجع لموضوعنا وما يهمنا في هذه الصفحة هو خيار الأجهزة هذا الخيار وهنا يظهر لك التطبيق الجلسة الحالية وما نوع جهازك وفي الأسفل هي النقطة الأهم أن التطبيق يظهر لك كل الأجهزة التي دخلت لحسابك في تيليجرام ومعنى هذا أنه تم فتح حسابي من جهاز الحاسوب ويظهر لك الوقت أيضا وما نوع الجهاز وأيضا يظهر لك مكان هذا الجهاز كما نشاهد والجهاز الثاني هو هاتف G7 Prime وأيضا يظهر لك تاريخ فتح الحساب من هذا الجهاز وكل المعلومات ولكن من الممكن أن تكون أنت من سجل الدخول من هاتفك القديم أو من جهازك الحسوب أما إذا كان عندك شك بأن شخص غريب أو متطفل قام بالدخول لحسابك في تيليجرام فعليك يا صديقي الضغط على أيقونة إنهاء جميع الجلسات الأخرى الموجودة بلون أحمر وبعدها بتأكد العملية بالضغط على كلمة إنهاء وحتى يرتاح بالك ويكون حسابك بأمان اذهب وأحضر جهازك وقم بتنفيذ الخطوات التي شرحتها ويمكنك إعادة الفيديو مرة ثانية ما في مشكلة المهم أن تستفيد من الشرح السريع ويجب أن يقول لك ما من جلسات نشطة حاليا كما في الشاشة وإذا حاببت تعرف أكثر عن التيليجرام فشاهد هذه الفيديوهات الظاهرة على الشاشة فهي شرحات قصيرة ومهمة جدا لتطبيق التيليجرام